أمس كان اليوم العالمي لمنع الانتحار منظمة الصحة العالمية قالت إن 88 شخصا من بين كل 100 ألف شخص ينتحرون في مصر بعض هؤلاء أمام قطارات مترو الأنفاق ولكن كيف نمنع الانتحار؟ الفنانة المصرية سما المصري لديها هذا المقترح أكشاك للفضفضة داخل محطات مترو الأنفاق يحاور فيها من يفكر الانتحار مختصين للتراجع عن قرارهم أعلنت سما عن يتها بإنشاء هذه الأكشاك على صفحتها على إنستجرام مرفقة ذلك بصورة لها وهي تمسك بطلب قدمته لهيئة مترو الأنفاق في مصر هذا هو طلب ومكتوب بخط اليد وموقع بخط اليد أماكن بالمحطات للأكشاك التي ستدفع قيمتها من جيبها سيكون بداخلها الطباء نفسيون يتقاضون أجورهم من جيب سما أيضا للتحاور مع معتزمي الانتحار أفضل عنوان لتسمية هذه الأكشاك رأته السما أنها أكشاك الحياة حلوة هذا مقطع نشرته على صفحتها على إنستجرام تقول فيه أنها تلتقي بمسؤولين في مترو الأنفاق يتسارع الكثيرون أيضا لالتقاط الصور معها ما نشرته سما أثر رؤية ردودة فعل على منصات التواصل معظمها كانت منتقدة لها مثلا لدينا هذه التغريدة من عثمان عبد العزيز يقول هي سما كل يوم تطلعنها بتقليع جديدة الأول تترشح لمجلس النواب الثانية تعمل برنامك ديني والآن أكشاك على أرصفة المترو تنصح الشباب قال يعني هيسمعوا كلامها أما فاطمة فكتبت لما تسألني يعني إيه استهتار بحياة البني أدمين أقول لك إن وحدة تتبرع بأكشاك فضفضة لمنتحرين طب يوفروا أكشاك للغلابة اللي مش لقين يكلوا وبدوروا على الانتحار انتقدها كثيرون بالقول أنت تريدين لفت الانتباه لكي فردت عليهم بقولها أنا بيصعب علي الشباب اللي بيموتوا أو بيموتوا نفسهم في المترو أنا مليش غرض في حاجة مش عوزة شو إعلامي نيتي سليمة طيب هل فكرة الأكشاك فكرة سما؟ لا اقترح طبيب نفسي يدعى إبراهيم حسن قبل أسبوع إبراهيم حسين وقال للصحافة الفكرة فكرتي واتجهت إلى وزارة الصحة لتبنيها قالوا إنها فكرة جيدة لكن ليس لديهم العدد الكافي من الأطباء اقترحوا أن هناك متخصصين يمكنهم التبرع وأنا منهم بالنزول في تلك الأكشاك وسماء شكاوى المواطنين تثير سماء المصري الجدل بين الحين والآخر وهذا المقترح أثار أيضا الجدل علاء عبد الله تقول وإيه يعني يا غالية اعملي ما بدالك هو أنت أقل من الشيخ اللي تعمله كشكي للفتوى على الأقل أكشاكك هيتلمع لها الناس هي تشير طبعا المغردة إلى أكشاك للفتاوى ووضعتها دار الإفتاء في بعض محطات مترو مصر أما المغردة التي تسميها لا المغرد حسن فرغاني يقول عايزة تذكرب كام لا أنا مقبل على الانتحار وجاء آبل سماء المصري ونشر هذه الصورة التي يبدو أنها من فيلم رجل عريان يريد المقابلة للتخلص من الانتحار فريدة محمد تقول سماء المصري تعال جوال كشك ما تجي انت آفش كده ليه وأدرجت هذه الصورة من فيلم ما تجي انت آفش ليه طبعا ينضم إلي من القاهرة الفنانة سماء المصري هي معي الآن من القاهرة مرحبا ميكي يا سماء هل تعتقدين أن ما وصل به الأمر إلى الانتحار هو شخص تؤيل له الحياة حلوة بلس تنتحر هيصدقك يعني مش هينتحر لا بصد حضرتك أول أهلا بيك وأهلا بستاذ المشاهدين إحنا مش بنقول مش هنجيبه نقول له الحياة حلوة وبس يعني أنا أولا أنا شخصيا مش هيبقى لي علاقة بالموضوع خالص أنا مجرد واحدة متبرعة بالأكشاك ومتبرعة بأجور الأطباء النفسيين اللي هيعالجهم لكن أنا مش أهل أن أنا أتكلم معاه واشوف مشكلته وحاول لو أجد لها حل مشكلته النفسية فعلا الفكرة مش فكرتش خالص هي فكرة الدكتور إبراهيم حسين الدكتور الطب النفسي بس الفرق بينه وبين فكرة الدكتور إبراهيم أنه هو طلب يتعامل أكشاك فاتفاضة لكل الناس اللي تنزل المترو سواء اللي مقدم على الانتحار أو اللي عنده ظروف معينة وما بفكرش في الانتحار بس هو تعبان نفسيا هو طلب كده لكن أنا خصصت أن الأكشاك دي تبقى للمنتحرين للمقدمين على الانتحار بس ليس ميتها الحياة حلوة علشان عادة ثلاثة أربع المنتحرين بيبقوا أسباب اللي بتتفحهم للانتحار هي أسباب اجتماعية أساءت حالتهم النفسية لماذا لم تقدمي على مبادرة غير ذلك بالدعم الاقتصادي مشروع اقتصادي يوفر الحياة لهؤلاء وليس العلاج النفسي أنت تفترضين أن هؤلاء مرضى نفسيين بحاجة إلى علاج نعالجهم نفسيا أولا أنا مش يعني المنوط أن هو يوفر شغل للشباب ويحسن من المستوى الاقتصادي لناس كتير والمستوى الاجتماعي مقشنة دي الدولة وبرضو المفروض المنوط بيها أن هي تحل مشاكل الشباب هي الدولة يعني تحل المشاكل النفسية للمقدمين على الانتحار هي الدولة والدكتور إبراهيم حسين لما طلب كده طلب من الدولة أنها تعمل كده مش هو اللي يعمل كده لكن أنا دي حاجة بسيطة أنا قدر أقدمها أتبرع بيها للشباب لكن أنا ما أقص للانتحار ده أنت قلت أن الأمر ليس شوء إعلامي لكن كان لكي مثل هذه المحاولات ولم يتم العمل بأي منها حاولت ترشحة للرئاسة حاولت أن تفعل برنامج ديني تقدمت إلى قيادة أو إدارة المنتخب الوطني وكل هذه الأمور يقولون إنها شوء إعلامي لم يتحقق شيء منها أولا أنا ما رشحتش نفسي للرئاسة خالص ده كان تويتر منتحل صفتي حد منتحل صفتي على تويتر هو الكيد أنا ما رشحتش للرئاسة أنا اللي كنت ترشحت ليه هو مجلس الشعب 2015 وقدمت ورقي فعلا بس هو تم استبعادي لظروف تخص البلد بمعنى بلدي كده البلد ما كانتش عايزاني أدخل مجلس الشعب دي حاجة بالنسبة للترشح للمنتخب أنا محدش رد علي بالرفض خالص لإدارة مدير إدارة المنتخب فعلا قدمت طلب والبرنامج الديني؟ البرنامج الديني أنا فعلا عملت برومو ودخلت جوه ستوديو ولكن الشيوخ في الوقت ده احنا كلمنا الشيوخ كتير بصراحة هم رفضوا معظمهم رفض ما كنتش هادرة لم عشرين تلاتين شيخ في تلاتين يوم هل تتوقعين لمبادرة الأكشاك أن تنجح بسرعة؟ مبادرة إيفاندي؟ الأكشاك في المترو لو تعاملت أنا متأكد أنها خليها تنجح بس أنا معرفش ما يوفق ولا يرفض الحقيقة كل شكر لك من القاهرة الفنانة السامة المصري شكرا لك شكرا لك